وكرة حلوة في كاس الخليج بصراحة ميس النهاردة قدى واحدة جامدة قوي ومعرفش هو كان يقصد بيها كريستيانو ولا يقصد بيها مين ما اليومين دو إحنا شغالين في القصة دي قالك إيه؟ قالك حزنت للغاية إن ساد يوماني أخذ المركز الرابع في الكرة الزهبية وكان يستحق مركزاً أفضل من هذا المركز طبعاً المركز الأفضل هيبع على حساب مين؟ هيبع على حساب كريستيانو ورونالدو طبعاً طبعاً لأنه فان دايك خلال درجل واخد أحسن لقب في أوروبا والحكاية يعني صعب إن أنت تزيحه صعب إن أنت تزيحه فبالتالي الطبيعي إنه هو كان يتحدث عن كريستيانو ورونالدو بعد الملاسنات اللي حصلت مبارح من خطيبة كريستيانو أم عيالو الأربعة وتلسنها على طبعاً ميسي أم ميسي طلع النهاردة طبعاً حاجة اللي كلها بيقروها بقينا كلنا في عالم مفتوح يعني فطلع النهاردة ميسي قال لك حي أنا معجب جداً بساد يومانيا ده بيقدم كرة مبهرة للغاية يعني أنا فجئت وانزعجت جداً وقال بينجرح إنه أخد المركز الرابع كان يستحق مركزاً أفضل من هذا المركز بالبلدي يخش مكان كريستيانو رونالدو طبعاً لعيب أكبار وبيعرفوا كل كلمة بيقولوها بيقولوها إزاي طيب خلينا أقولوكم بقى إنه طبعاً صلاح وفندايك على رأس قائمة ليفر بول اللي هتشارك في كأس العالم للأندية اللي هتقام في قطر خلال الفترة القادمة القائمة ضمت 23 لها ممكن أقوله لكم لأنه طبعاً كلكم بقيتوا حفظين لعيبة ليفر بول أليسون وأدريان ولودرجان في حراسة المرمة فندايك ولوفرن وجوميز وروبرتسون واليكساندر أرنولد وويليامز في خط الضهر الوسط بين الدوم جيمس ميلنر نبي كيتا هندرسون تشامبرلين للانا شاكيري جونز وإليوت في الهجوم ساديو مانيه محمد صلاح فرمينيو وبريوستر وأوريجي وريجي عمل ماتش حلوة أوي أوي يا جماعة المرأة اللي فات برضو من باب الثقافة رياضية اللي احنا متفقين عليها ان احنا دايماً نثقف بعض يعني انتوا تبعتولي وتقولولي حاجات وأنا ممكن أقولكم حاجات للي ما يعرفش بنقول ان محمد صلاح سيشارك كلاعب كلاعب خلي بالك كلاعب بنتكلم على محمد صلاح كلاعب بيلعب في دولة غير مصر مين اللعيبة اللي شاركت في كاس العالم الأندية مع أندية أخرى خارج القطر طبعاً داخل القطر خلاص عارفين نادي الأهلي رح كذا مرة وأكتر ثلاث لعيبة شاركوا في كاس العالم الأندية كان أبو تريكا ووائل جمع وحسام عشور بواقع 11 مباراة وأفضل مركز حققق نادي الأهلي في كاس العالم الأندية كان المركز التالي تمام لكن مين اللعيبة بقى اللي لعبت خارج مصر وشاركت في كاس العالم الأندية من باب الثقافة الرياضية حسني عبدالربو أوله وحسني عبدالربو شارك طبعاً مع أهلي دبي وده كان في نسخة 2009 بعد كده في 2017 في لاعب اسمه عبدالله رمضان عبدالله رمضان ده لاعب مصري من موليد الإمارات شاركت مع الجزيرة الإماراتي في مباراة المركز التالي أمام باتشوكا المكسيكي وخسر نادي الإماراتي أربعة واحد اسمه إيه بقى اللعب ده عبدالله رمضان هو لاعب مصري ولكنه مولود في الإمارات شاركت في كاس العالم للأندي اللاعب التالي كان طبعاً حسين الشحات ويحيى نادر حسين الشحات ويحيى نادر شاركوا مع العين الإماراتي وأنا حضرت الماتش بتاع العين مع ريال مدريد كان طبعاً الماتشات دي كانت موجودة في أبو ظابي وكانت ماتشات تحفة الحقيقة وحسين الشحات هو اللاعب المصري اللي سجل في هذه البطولة وحاجة جميلة جداً جداً وحط هدف تحفة 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 حسين الشحات لها كنت غالب ويوميها أربعة واحد لكن إذن حسين الشحات هو أول لاعب مصري بيسجل لنادي غير مصري في كاس العالم للأندية لما هز شباك الترجي التونسي في ربع نهاية 2018 وهو أول لاعب مصري بيأخذ المباراة النهائية لكاس العالم للأندية اللي خسرها أمام ريال مدريد أربعة واحد ده بالنسبة ليحيى للشحات وبالنسبة لللاعب أيضاً يحيى ناد